اشتركوا في القناة صحة وسعادة اهم انجازات هيئة الصحة بتبين شاء الله خلال البرنامج بداية قبل ما اذكركم بارغام التواصل انا ارحب فريق طاقم العملية اليوم في الاعداد اليوم عندنا يوسف سعد ناسي يوسف سعد في التنسيق ميرا لقفلي في الاخراج عيسى سبيل شاركني الحلقة اليوم محمود يوسف صباحك الله الخير محمود سعد الله صباحك الدكتورة وصباح الخير لجميع المستمعين نتمنى ان شاء الله هذا الاسبوع يكون اسبوع حافل بالانجازات حافل بالايجابية وايضا تحقيق الاهداف اللي انتو حاطينها لأعماركم هذا الاسبوع باذن الله في هيئة الصحة بيدوي بيكون حافل كذلك بالعديد من الفعاليات والانشطة عندنا مفاجئة ما نعلن عنها ان شاء الله في وقتها خلال هذا الاسبوع في مشروعين منطلقهم مشروعين على مستوى كبير باذن الله منعرفكم على هذين المشروعين او على المشروعين هذين اللي بيكونون اللي بيكونون ان شاء الله يوم الاربعة مفاجأة كبيرة ان شاء الله وايضا بتكون نقلة في القطاع الصحي في امارة دبي ومثل ما نحن متعودين ان هذا القطاع يعني دائما ما يكون حافل بالابتكارات عموما مستمعين ارقام التواصل معانا 600551414 ورسائل النصية على 4006 حياكم الله نفس ما نقولكم كل مرة مداخلاتكم تهمنا وتفيدنا وتثري البرنامج كذلك خدماتنا موجهة لكم بالاخص لجميع فئات المجتمع حياكم الله جميل ايضا لسبوع الماضي كذلك مستمعين كنا يعني اختتمنا سبوع دبي ضمن شهر الابتكار في دولة الامارات كانت هناك العديد من المواضيع اللي طرحناها من خلال هذه المشاركة ايضا الجميل النهاية الصحة لسبوع الماضي كذلك دشنت في مكتبة راشد الطبية اللي تقع في حرم مستشفى راشد مركز الابتكار الصحي هذا المركز اللي متوافق في برامجه وحزمته ومبادراته وهدافه مع التوجهات العامة لدولة الامارات العربية المتحدة واجندة الابتكار الوطنية وايضا تطلعات المستقبلية لمدينة دبي واستراتيجية الابتكار اللي هي 2018-2021 هذه الاستراتيجية اللي تتمنى الهيئة تنفيذها تعزيزا لجودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحي أفضل للجميع طبعا المركز تم افتتاحه بالتزامن مع أسبوع الابتكار اللي أيضا استعرضنا فيه العديد من الابتكارات وكان من ضمنها مساعد هذا البرنامج المبتكر لدى إدارة المالية والموظف رقم ثلاثة الموظف الذكي الزين الإصطناعي رقم ثلاثة في هيئة الصحة بدبي طبعا كل هذه الإنجازات تحققت اللهم لك الحمد بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي ومتابعة حتيثة من سيدي سمو الشيخ حبدان بن محمد بن راشد المكتوم لعهد دبي وأيضا كذلك يعني تنفيذ هذه التوجيهات من معالي حميد القطامي مدير عام بلدي مدير عام صحة دبي اللي دائما ما يوجه العاملين إلى ثقافة الابتكار فكل هذه المواضيع مستمعين استطعنا من خلالها اللهم لك الحمد في فترة وجيزة ننحقق العديد من الابتكارات اليوم دكتورة يعني نشوف هذه الابتكارات موجودة على أرض الواقع أشياء يمكن ما كنا نتخيلها استوأت أتينا بعد عشر سنوات صح اليوم قاعدين نطبقها وصارت على أرض الواقع والهيئة تستفيد منها أكيد قاعدة تستفيد منها تذكرين هكاثون؟ بس يعني الجميع تحس المجتمع بكبرة يعني يستفيد من هالمبادرات التي تقدمت مع أنه يمكن أول فكريات كنا نعتبرها مستحيلة وكيف بنسويها بس ما شاء الله خلال فترة وجيزة الحمد لله تحققت صحيح تذكرين هكاثون؟ اذكر علي في المنتدى صحيح أيضا خلال الأسبوع الماضي كذلك تم تكريم الفايزين بالهكاثون الهكاثون ميستا دكتوري يمكن وايدين ممكن يساوون الهكاثونات هذه ولكن في هيئة الصحة في دبي نحن شفناها من منطلق مختلف عملنا طرحنا المسابقة اخترنا وصفينا الصفوة من هذه المسابقة ودخلوا المراحل النهائية في منتدى دبي الصحي شوفوا مستمعين في منتدى دبي الصحي تنافسوا هذه الفرق تم اختيار الثلاثة اللي بيتنافسون على المركز الأول والثاني والثالث من خلال أسبوع الابتكار عرضوا مبادرات الابتكارات مالتهم وأيضا كرموا الفايز الأول والثاني والثالث هنا المسألة ما انتهت تراها الناس ممكن يقولون خلاص خلاص الهكاثون وانتهت لا أنا ليش تكلمت عن مركز الابتكار تطبيق هذا الابتكار لأن المركز هذا مركز الابتكار رح يحتضن الفكرة الفايزة في الهكاثون بيحتضنها وأيضا بيسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع وهذه الشغلة الرئيسية يعني هي مو عملية أنه بروبوغندا ولا دعاية أننا نحن نسوينا كاثون ونتمنى الابتكار وفي ناس فازت في بس في هي مسألة تطبيق الاستفادة من هذه الابتكارات فهي هذا يعني التجسيد الفعلي لمعنى الابتكار معنى أني أنا أدعم الشباب معنى أني أنا أحاول أن أحتضن هذه الأفكار المبدعة في وأطبقها في نفس الوقت ويشوفون أفكارهم تطبق هالشيء يشجع الباقيين بعد أنهم يبتكرون ويبدعون في ابتكاراتهم حتى صحيح فتخيلوا يا جماعة الخير يعني ممكن وايدين يطلعون دكتور أو يتكلمون ونحن عندنا ندعم الابتكار ونسوي ولكن على أرض الواقع نحن هذا اللي نتمنى صحيح لا لا ما في شيء لا بس يعني ما بأنك كلام نأخذوا كجوائز بس كتطبيق بعد وإن شاء الله التطبيق بيكون قريب يعني فالناس كلها بتشوفها وهذا دور الدواير الحكومية بالفعل وأيضا كل المعنيين بالابتكار يا جماعة الخير لما قيادتنا الرشيدة تطرح هذه المسائل تطرح مواضيع الابتكار ما تطرحها للدعاية أو تطرحها لمجرد يعني إعلان عن الموضوع لا هي عملية يجب أن تكون مطبقة مستدامة وتفيد بعد ناس كثير وتفيد المجتمع وهذا هو التطبيق الفعلي اللي اللي نتمنى يعني وجود إنشاء مركز وأيضا احتضان هذه الأفكار وتطبيقها السعي نحو تطبيقها يا جماعة الخير هذا هو الأهم يعني عندنا مبتكرين عندنا مبدعين كل يوم الثاني يعني ممكن نسمع عن خبر أو نشوف حد أن ابتكر شغلة أو اخترع شغلة وبعدين يختفي هذا اللي نحن ما نبغي نبغي الاستدامة الاستمرار الدعم لهؤلاء الشباب وهذا اللي نسعال في هيئة الصحة في دبي دائما أنا ياي ما شاء الله بداية الأسبوع من طلق هذا دكتور ما أسكن هذا اللي نباه عموما أيضا حتى بالنسبة لمركز الابتكار في هيئة الصحة في دبي أنت غطيت الأسبوع اللي طاف كان يوم الأحد الجميل فيه كان صراحة يعني أدق التفاصيل مركزين فيها يعني أنت ذكرت حتى الشكل أو ترتيبهم لمركز الابتكار يوحي أن صح المكان مختلف تماما مكان يفتح النفس يفتح نفس يفتح نفس الواحد يخليه الواحد يبدأ يفكر الألوان المكان حتى المهتمين حتى بدخول أشعة الشمس للمكان شيء جميل أنهم مركزين على أدق التفاصيل يعني اهتمامهم كبير بهالمكان بالضبط وأيضا هذا كذلك من الجهود التي سوتها يتصح في هذا المجال يعني تم إعلان عن تشكيل مجلس الابتكار الصحي هذا المجلس الذي كان هو برئاسة دكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض وأيضا يضم عدد من المسؤولين والمختصين ويهدف إلى ضمان ورعاية تحول الهيئة إلى مؤسسة شو دكتورة؟ مبتكرة تتبنى الابتكار في جميع مكونات نظام الرعاية الصحية في الهيئة وعلى مستوى إمارة دبي كذلك بالضبط على مستوى إمارة دبي ومستوى دولة الإمارات العربية المتحدة إذن كل التوفيق نتمنى لهذا المجلس ولمركز مركز الابتكار وأيضا نتمنى كذلك ما حالف الحظ هذه السنة في هيئة الصحة في دبي أن يشارك في الهاكاتون الهاكاتون مستمر يا جمعة الخير ترقبونا في الدورة القادمة إن شاء الله في منتدى دبي الصحي أكيد بتكون قبلها إعلانات واستعدادات عن هذه المواضيع وإن شاء الله يا رب الفائز كذلك نصل إلى تحقيق هذا الابتكار اللي هو يعني ابتكاره وأيضا نصل معاه إن شاء الله ل تطبيقه واستفادة الناس منه بالضبط نطلع فاصل إن شاء الله نطلع فاصل عشان تترتاح يمو بنا أنت رمستي أكثر عني يا حسن وائد عمونا نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل نتواصل إن شاء الله نتكلم عن التغذية الصحية للمرأة فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هي تصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي مستمعين أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسال نصية على 4-0-0-6 حيكم الله وين مداخلاتكم بات المداخلات أشوف محد يتصل أنا وخل لكم أسبوع ترى من يعرفون فقرتنا التقذوية تتكلم عن شو إن شاء الله عن شو تتكلم فقرتنا فقرتنا اليوم مهمة مثل ما عودناكم مهمة عملية تهم الجميع اليوم التغذية الصحية للمرأة تغذية الصحية للمرأة معنا عبر الهاتف أختنا مريم علي خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي صبحك الله بالخير أختي مريم صبحك الله بالنور أخي محمود وحياكم الله وحيا الله مستمعين ويانا نحن المرأة جزء مهم أي جزء هي كل المجتمع هذا شهرنا أصلا نحن وأيضا الهيئة هيئة الصحة في دبي بصراحة يعني أنا بأعلنها على الهو ترى ما شاء الله يعني عدد الحريم أكثر من رياي لبوايد يمكن بكل المؤسسات لا بس في الهيئة بالزيادة عندنا فعشان شيء الهيئة تولي صحة المرأة وحياتها اهتمام مهم وأيضا لأن المرأة حقيقة المستمعين المجتمع يقوم عليها عندما تكون المرأة واعية بصحتها هي عارفة بالأمور التي تعزز الصحة وعندها الثقافة وأنماط التغذية الصحية لأنه إذا هي واعية بهذه المسألة أفراد الأسرة كلها بيكونوا واعين بالتالي المجتمع كلها بيتأثر عشان شيء نقول أن المرأة كل المجتمع ولا شو رايج مريم بالضبط طبعا هي تعتبر هي اللي تمشي الجيل صحيح عشان شيء خبرينه اليوم شو هي التغذية الصحية للمرأة طبعا نحن هذا الشهر نحتفل أو يحتفل العالم كله بيوم المرأة العالمي وعندنا يوم الأم طبعا هذا كله تقدير لدورها العظيم ونجازاتها اللام حدودة في شتى نجالات الحياة وبما أنها هي تعتبر أنها هي تنشئ جيل ففي بعض التوصيات عساس أن هذا الجيل يكون جيل واعي وصحي بعض التوصيات الغذائية للحفاظ على صحة المرأة وصحة العائلة في المستقبل في البداية طبعا أي نظام لازم يكون نظام بذائي احتيار نظام بذائي صحي متوازن ومتنوع يشمل على جميع العناصر الغذائية هذا طبعا هذه النقطة جدا مهمة أنها تشمل على مجموعة الكربوهيدرات البيتامينات المعادن البروتينات والماء نحاول نوعية الكربوهيدرات نحاول ناخذ من الحبوب الكاملة نهتم في تناول الخضار والفواكه بشكل يومي نقلل من استهلاك الدهون في الأرض الحد من السكريات الحد من الملح استهلاك الملح نحاول نهتم في تناول منتجات الألبان نكتر من شرب الماء أساسا نحافظ على الجسم وتكون دائما نظرة ورطبة وما ننسى طبعا النشاط البدني أن يكون بشكل دوري وثابت هاي التوصيات إذا كل مرأة مشت عليها إن شاء الله راح يكون الجيل القادم جيل صحي ويكون بعيد عن المخاطر اللي هي والأمراض اللي منتشرة أختي مريم المرأة على غير الرجل تمر بالعديد من المراحل المختلفة هي مرحلة الطفولة وأيضا مرحلة البلوغ وبعدها مرحلة الزواج وتكون حامل وبعد الولادة كل هذه المراحل التغذية بالنسبة لها تكون مختلفة هذه التوصيات تكون توصيات عامة بشكل عام عندنا التوصيات الثانية بما أنه طبعا تختلف احتياجات الغذائية للمرأة خلال مراحل عمر يعني حسب العمر بالضبط أن من سن المراحل هنا تبدأ أن المرأة تحاول أنها قبل العشرين تحاول تهتم أو تزيد من نسبة الكالسيوم والحديد في مصادر غذائها طبعا كالسيوم من المنتجات الألبان في الغالب والخضار الورقية الخضرة الحديد من البغوثينات اللحوم الحمضة في الغالب والخضار الورقية الخضرة في سن العشرين إذا بنقول في هذا السن طبعا هذا السن ممكن يكون في مرحلة حمل وفي مرحلة ولادة في فترة الرضاعة هنا تحاول طبعا بشكل كبير تهتم في تغذيتها أنها تكون متنوعة وتركز على مثلا نقول حمض الفوليك أسد تركز على الكالسيوم تركز على نسبة الحديد إذا كانت من خضرة عندها فيتامين دي إذا كان نازل تهتم في تناول الأغذية اللي فيها هاي المصادر الغذائية والكالسيوم طبعا ما نمتاه لأن في سن الثلاثين خلاص تبتدي امتصاص الكالسيوم يوغا فالمخزون اللي هي طبعا قدته خلال المراحل اللي هي كانت بداية المراحل العشرين وذي قبل تخليها للسن الثلاثين وتبتدي بعد تاخذ طبعا مو بأنها تهمل الحليب الجسم كان يساعدها قبل في الحصول على الكالسيوم ولكن في سن الثلاثين هني تحتاج نسبة كالسيوم إذا كان عندها مخزون إذا ما كان عندها فتحاول تزيد من الكمية تناولها للكالسيوم هي تزيد أكثر لأن ما بتعرف إذا يكون أنت مخزون أو لا فيفضل أنها تزيد هي هو أكيد لازم تزيد إن في سن مثلا الأربعين هني بعد تنوع طبعا ضروري تركز طبعا على شرب الماء في كل مراحل العمر كل ما طبعا الإنسان يكبر في العمر هني يحتاج نسبة سوائل أكثر لأن الجسم يكون معرض للجفاف بشكل أسرع هني ممكن العضلات تبتدي شوية تروح أو تنقر فنركز على البروتينات والبيتامينات التي تساعد على أنها تحافظ على العضلات بشكل ورياضة؟ الرياضة طبعا لها دور كبير في كل قالنا نحن أن الرياضة لازم يكون بشكل دوري وثابت في كل المراحل الأمرية وخاصة أنه في سن الثلاثين لأن التمثيل الغذائي يبتدي بالتدريج يقل فالمرأة لازم هي تساعد نفسها في تغذيتها وفي الرياضة أساس أن تحافظ على نشاط جسمها يتم مثل ما هو وإذا الجسم كان بسمح الله فيه عام الوراثي العوامل تكون متأخرة ما تطلع من بداية السنية أو بعد الأربعين على طول نعم مريم معظم الحقيم يسئلون خاصة نحن في عيادات طب الأسرة بنسبة للتغذية بعد الولادة وخاصة للمرأة المرضى يعني معظم النصائح اللي تيهم كلوا قد ما تقدرون أن تتراضعون شو نصيحتش لهالفئة من النساء بالتحديد طبعاً نحن عندنا بالنسبة لمرحلة الحمل والرضاعة هاي نحسب كمية الاحتياج اليومي لها فترة الحمل تكون طبعاً هي الفترة اللي تحتاج فيها سعرات حرارية شوية أكثر عن فترة الرضاعة وفترة الحمل ممكن نزيدها عن احتياجها اليومي 500 سعر حراري طبعاً هاي بتكون في المرحلة اللي هي الأخيرة فترة الرضاعة نعطيها احتياجها اليومي من السعرات الحرارية زائد عليها 300 سعر حراري زيادة فقط هو يعتمد في الغالب على نوعية الأكل اللي هي الستاكل هنا تحتاج كمية سوائل زيادة وتحتاج طاقة وتحتاج بروتينات أن تركز عليهم في هاي الفترة مش أن تركز على الكميات كمية الأكل تركز على النوعية نتركز عليها مش الكمية الكمية هي 300 سعر حراري زيادة عن الاحتياج اليومي فإذا انقيس 300 سعر حراري هاي مش كثيرة إذا بنعطيها زيادة الزيد في كمية السوائل شرب الحليب هي ممكن كانت تاخد مثلا كوبين تحاول تزيد كمية المتناول اليومي من الكالزيو وتركز على البروتينات تبتعد عن مثلا السكريات أساس أنها هي ممكن تكون معرضة لزيادة الوزن تقلل من كمية الدهون والسكريات وطبعا الرياضة جزء أساسي بعد خلال هاي الفترة ضرورية طيب بالنسبة للوقاية من الأمراض المزمنة اللي ممكن تصيب المرأة أصابة أمراض القلب السكري ضغط الدم هذه الأمراض يعني كثير من النساء يعانوا منها والمشكلة الأساسية عندهم لأنه في زيادة وزن اللي تصير عنده مثل هذه الأمراض أو المعرضين للإصابة مثل هذه الأمراض هذه للناس شو ممكن نقولهم بالنسبة لهذه الناس وخاصة نقول المرأة إذا كان عندها زيادة وزن وهي حامل لازم قد ما تقدر تحرص أنها تغذيتها تكون لازم تغذية سليمة ما مشكلة أنها عندها زيادة وزن بس خلال فترة الحمل تحاول أنها توازن في أكلها وقد ما تقدر تتعد عن الدهون أو تقلل من كمية كمية ناولها للدهون والسكريات ها ممكن يحميها أو وزنها ما يزيد بشكل كبير في فترة الحمل يعني يكون زيادة الوزن زيادة طبيعية مش زيادة غير طبيعية نحن أخي مريم علي خصاية التغذية العلاجية في هيئة الصحة نحن شاكرين لك هذه المعلومات القيمة والجميلة جدا واللي حقيقة تتزامن مع العديد من المناسبات مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء أيضا نتمنى لكم التوفيق إذا فيه كلمة أخيرة لو تبغيت يقولينها قبل ما نختم معك دائما طبعا لازم نحاول نتذكر المرأة أن غذائها هو اللي يحدد صحتها وصحت آئلتها يا سلام فدايما لازم تنتبهي على نورية غذائها فنحن في العيادة دائما نشوف الأم التي تصر على ولدها أنها يعكل مثلا أو يشرب حليب وهي ما يسا تشرب حليب صح شكرا بيرتزم ما بيرتزم كيف بيرتزم نازم العائلة كلها تجتمع على الوجبة والأكل اللي موجود الكل يعكله بتكون كعادة وبيتعودون عليها دائما يعني السلوك اللي يتبعه الوالدين الطفل هو راح يتبع أكيد إن شاء الله تعالى نتمنى الصحة للجميع شكرا لك أختي مريم شكرا جزيلا حياكم الله شكرا مريم طيب طرقت أختي مريم لمسألة مهمة جدا في الختام قالت أنه أنت يعني لازم تكون قدوة لعيادة والأم بالتحديد أنا ليش أتكلم عن الأم يمكن الحين بعد مم تلقبها أنت تطبخين في البيت دكتور لا طبخ يا السلام عليك زي معظم الحريمة حين هذه أو البنات الإيداد هذه يعني نادر ما تحصلين حد منهم يطبخ اللي عندها بزنس اللي عندها بزنس لا بالعكس لا ويليت طبخ كله سويت لا بالعكس في حد حتى طبخه يكون صحي يعني أنا أتمنى والله أتمنى أن تكون ثقافة موجودة عندنا نحن نعكاس المجتمع نشوفه على السوشال ميديا أكثر بس يوم نتدقق وندخل أكثر وياهم بشوف حتى طبيعة الأكل يبدأت تتغير لاهتمام أكثر بالسلطات لاهتمام أكثر بطريقة الشوي شو راج أنت ميرا؟ ها؟ كلام عايشة صح؟ لأن معظمنا على السوشال اللي في السوديو اللي في السوديو طباخات بس إن شاء الله يعني أنا أتمنى أن تكون يعني مسألة عامة لأن للأمانة أنا لو بدي الصراحة يعني شغلة من الشغلات اللي أريد أن أتعلمها أريد أن أتعلم أطبخ شي جميل أصلاً يعتبر كفن الطبخ يعتبر كفن وثاني شي أهم شي أنت عارف شو قاعد تحطه في طبخاتك والشي اللي أنت تاكله وتسوي ما بأنك تاخذها منبارة وأنت ما بعارف أصلاً الشي اللي ما أطبت فيها توا سبحان الله ميرا تقولي في السماعة تقولي أنا في البيت عندي ممنوع الفاسفود فاسفود ممنوع يا سلام عليك كان زين كل الناس يسوون مثل شميرة كان الدنيا بخير كان نحن يعني حطينا ثقافة عند عيالنا أن يا جماعة الخير عيالنا هذه ستثمر في صحتهم ترى يعني الواحد ينتبه في هذه المسال ما يعني ما يعطيها ظهرة أطفال أذكية يعني طرحت مريم هالموضوع أنه بيشوف أمه ما تاكل هالشي وتنصح أن يأكله فما بياكل هالشي يعني الأطفال ما شاء الله أذكية وميرا ما شاء الله يعني حتى طريقة طبخة ترى صحية يعني ميرا كما رأيبت لنا أشياء جميلة وكانت هي مجربة يا سلام لا ما شاء الله هالشي أنا حبيته في ميرا أنه يعني ميرا تسوي لقيمات صحية لقيمات صحية يعني حتى بدون زيت وكان طعمه صراحة ما شاء الله لذيب عموما مستبعين نحن نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم برامجكم صحة وسعادة نذكركم برغامج التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 طيب على طاري الاتصالات يا جماعة الخير ترى ميرا إذا هالله خير يعني هي تحاول قدر الإمكان إنه تاخذ اتصالاتكم وتواصل معنا لكن يا جماعة الخير أحيانا يكون فيه شوية لبس عند بعض المستمعين نحن نذكركم لأنه واحد عنده شكوى على جهة معينة ما بقول وين يواجعها يحلي لا يقول أنت ليش ما تطلعين على الهوازين نحن في برنامج البث المباشر ينتهي على الساعة العاشرة هم معنيين بهذه المواضيع نحن في برنامج نتكلم عن القطاع الصحي فقط نحاول ركز على الملاحظات والخدمات التي تقدمها هي تصحى بدبي وأيضا في القطاع الخاص سواء في دبي أو دولة الإمارات بشكل عام ولكن تركيزنا منصب على إمارة تدبي اليوم نحن نتحدث عن شركات دايما تحصل ما بين الهيئة والعديد من المراكز التعليمية على مستوى العالم دكتورة شيء وايد مهم خاصة في الصحة في الصحة لأن المسألة وايد مهمة بالنسبة لك من أنتو كاتيكاترا بالنسبة للباحثين لأن أنتو علماء وحتى لأي شخص يمكن حتى اللي في الإدارة نفسها وفي الاستدامة أنك تطور نفسك ها شيء وايد مهم جميل هيئة الصحة بدبي شهدت مباحثات مكثفة مع جامعة وولونغ لونغ الإسترالية ارتكزت حول فرص التعاون بين الهيئة والجامعة فيما يتعلق بدعم استراتيجية التعليم الطبي اللي تتبنى صحة دبي تنفيذها على النطاق واسع يشمل التعليم الأكاديمي التدريب التنمية المهنية إلى جانب البحوث والدراسات هذا الكلام كان بحضور معالي حميد محمد القطام المدير العام لهيئة الصحة في دبي وعدد من القيادات الهيئة والبروفيسور بول ويرينجر نائب رئيس جامعة وولونغ لونغ الأسترالية ومجموعة من المسؤولين في القنصلية الأسترالية والجامعة وأشار معالي القطامي في بدايات المباحثات إلى أن هيئة الصحة في دبي لديها استراتيجية نوعية للتعليم الطبي تواكب المستجدات العالمية والمتطلبات المستقبلية التي من شأنها زيادة قدرة وكفاءة الكوادر الطبية والطبية المساندة وتكفل في الوقت نفسه تطبيق أفضل ممارسات وأعلى المعايير والوصول المهنية المتقدمة حولها الموضوع واستراتيجية الهيئة للتعليم الطبي وأهدافها يسعدنا اليوم تكونوا يانا الدكتورة وديعة شريف نائب مدير إدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة بدبي صبحت الله بالخير دكتورة وديعة صبحت الله من الأور والثور حياكم الله دكتور عاشة مع أنا أخ محمود بارك الله فيكم مشكورين نورين الإدعاء الله يسلم دكتورة ما شاء الله سياسة المفتاح على العالم اللي تطبقها الهيئة يعني دايما ما تغضي بالتواصل مع المؤسسات الصحية التعليمية هذه المؤسسات المرموقة أيضا تبني الشراكات مع هذه الأطراف اللي يعني تقدم وتحاول من خلال الهيئة تتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة اليوم نحن نتكلم عن هذه الاختصاصات فعشان شي قبل أن ندخل في ملامح الاستراتيجية التعليم الطبي اللي سوتها هيئة الصحة وهداف نبغي نتكلم كذلك عن إدارة التعليم الطبي والأبحاث ودورها وأهم اختصاصاتها نعم ما تفضلت وهي السباقة الآن في السياسة الانفتاح العالم وطبيقها لكل مبادرات التواصم مع المؤسسات الصحية والتعليمية المرموقة طبعا دارك يكون ضمن استراتيجية التعليم الطبي كإدارة إدارة التعليم الطبي للأبحاث اللي بناء الشراكات مع جميع الأطراف ذات العلاقات سواء كانت على المستوى الدول الأقليمية الموجودة حولينا أو المستوى العالمي يمكن بالذات مثل ما أشارت ورديل الموضوع أن المباحثات التي كانت مكتفة موجودة مع جامعة ولنقونغ الإسرالية حضرها هذه الأول مرة بروفيسور فول ولنقر ونائب الرئيس الجامعة الأم اللي موجود في إسراليا مع كل الكادر الطبي اللي موجودين هنا عندهم سواء كانت في القصرية أو في الجامعة الموجودة في إدبي طبعا لأول مرة اللي حين بيفتحوا لأن المساقات قد يكون مثلا اللي يسمع الحين يقول جامعة ولنقونغ موجودة من زمان كجامعة ويتين تخرجوا منها من ذات التنظيم الصحي من الجودة في السياسات الصحية البابليك هالف لكن اللي حين يكون يديد في الموضوع هذا كله إنهم لهم بيكون يعني ذراع كبير معانا في التعليم الطبي والمهني للتخصصي وهذه لأول مرة إن شاء الله راح نفتحها مع بعض بالشراكة معاهم جميل بعدنا ما نتكلم عن إدارة التعليم الطبي والأبحاث الدور اللي يقومون فيها والتخصصات نعم إدارة التعليم الطبي والأبحاث مثل ما ذكرت يمكن ذراع الأبحاث الطبية هذا نستثمر فيه كأكبر قدر ممكن لأن كبناء بيتكون عندنا حسنة ما نقول البنية التحتية للأبحاث الطبية لا تنتم بني على مؤسسات تعليمية قوية صحيح كجهة حكومية ومعلومات ومصادر يعني تعليمية موجودة من إدارة التعليم الطبي تابعة أو تحت مطالة هيئة الصحة في البيت من هال منطلق هما أريد نحن قاعدين نفتح شراكات مع الجامعات الموجودة في الدولة اللي لها علاقة وطيدة طبعا أو جامعة أساسية موجودة كجامعة أم يعني في الدول المرموقة التي تشهد لها الأبحاث الطبية التدريب المهني التخصصي وفي كل المجالات يعني سواء مش فقط للأطباء لذلك نفتح مجال لطب المساند للتمريض وهذا نحن ذكرناه مع بول ويلينغا بالتالي من ناحية التمريض نحن نبا يكون عندنا مش بس عندهم حاليا او دكتورة في التمريض من ناحية الأكاديمية بالإضافة نفتح مساقات أو مسارات يعني للتمريض المهني التمريض يكون مثلا يكون دراعة أيوة دراعة اليمين مثلا خصائي القلب لما يجري عمليات الجراحية ففعلا يكون تطبيقي مهني تخصصي بالنسبة للكادر التمريض فهذا بيكون إن شاء الله شيء يديد عليهم بعد فهذا اللي نحن نبا نفتح معهم كمساقط جديد جميل دكتورة لأن الفكرة في الأساس أننا نركز على الأبحاث لأن أنا كنت في البداية أتكلم مع دكتورة عاش أقول أن هم أصلا يعني اللي يعملون في هذا القطاع يعني شبه علماء دائما ما يسعون أنه يبتكرون طرق جديدة في العلاج في إنقاذ حياة الناس في غيره أيضا يحاولون من خلال هذه الأبحاث أنهم يطورون هذه الأمور اللي ممكن تساهم في علاج الناس اليوم نحن نتكلم عن استراتيجية تعليم الطبي أصلا مبنية كذلك بشكل كبير على هذه المسألة هذا الهدف اللي أنتم تسعوه كذلك من خلال برامجكم من خلال كذلك فخري أتكلم عن الحاجة الفعلية للقطاع الخاص لمثل هذه الاستراتيجية بالضبط هناك حاجة كبيرة طبعا لذلك نحن نبني بالذات فيما يخص في مجال الأبحاث الطبية حاليا نبني علاقة وطيدة مع القطاع الخاص يعني هم شركان الاستراتيجية الموجودين معنا من ناحية من ساعة ما نحن بدينا في التنفيذ وإعداد خطة الاستراتيجية للتعليم الطبي وحين حتى فيما يتشوفها بالتطبيق يعني مسار التطبيقي لذلك نحن بدينا نشوف مع الجامعات وكذلك الجهات المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاصة الموجود مثلا سواف مدينة دبيت الطبية الجامعات الخاصة مثلا حين ناخدها وولنغون كمثال هم الآن عندهم ريسيرج لاب كبير فنقدر من خلالهم نفت مجموعة أبحاث طبية تتماشى مع استراتيجية التعليم الطبي والهيئة فيما يخص كل المسارات الموجودة سواء كانت مثلا نسميها تطبيقي لأبحاث وصفية كدراسات حليلية كابحاث تطبيقية فيما يخص مثلا جدا مثلا في المسار القلبي يعني نبقى نشوف نظام القصر مثلا هنماشيا مقابل الدراسات الثانية التي هي موجودة أريدك أبحاث ثانية ونقارن هذه الأبحاث ونقارن الدراسات ونقارن كل الإداثة الموجودة اليوم لدينا عدة مراكز مثلا بنفيذية موجودة على مستوى الهيئة أو عدة مسارات موجودة سواء في الكاظوليج مثلا في القلب أو موجودة في جراحة العصار فهذه هي العمليات التحليلية الدقيقة لموجودة لما نقارن نتائجها مع النتائج التي كانت موجودة بالجراحة العادية فهذه مقارنة وطريقة التغيير في النظام العلاج للمريض ما يتي إلا على طريق الدراسات ونقوم نحن منفذينها متأكدة من نتائجها ونعرضها عالميا تعتمد لذلك وعلى أساسا نبني التغيير في الإجراءات المهنية لذلك الحاجة فعليا وهالأبحاث دكتورة تنبع من مجتمعنا نفسه من حاجة الشعب من حاجة المجتمع يمكن أبحاث الثانية تبرز وتعكس المجتمع في الدول الأوروبية أو الدولة الإسترالية يمكن تختلف حاجة الناس أو حتى صحتهم أو طريقة عيشهم يعني حياتهم تختلف عن طريقة حياتنا هنا فبهالطريقة بيكون البحث أقوى خاصة لمجتمعنا أو مجتمع الخليج كعامة بطات مثل ما تفضلت الإسترعاشة يعني هي مستوى النمط الحياة الموجودة هنا مختلف نوع عن الاجتماعات الثانية الموجودة لذلك دراسات هذه كلها تنبني على المجتمع الإماراتي على مستوى العيش الموجودة هنا على نمط الحياة الموجودة يعني كلها تم بتق منها يعني دراسات كلها على مستوى الموجودة للمجتمع الإماراتي طيب دكتور أنتو يعني اللي بأمانة يعني تساهم في رفض القطاع الصحي بأفضل الكوادر مهما كانت يعني من خلال الدرجات العلمية وأيضا الاستفادة الأكاديمية فهو يعرف شو برامجة ثانية اللي أنتوا تقدمونها كذلك من خلال إدارتكم حتى بالنسبة لموظفي الهيئة أو اللي خارج موظفي الهيئة يعني اللي يشتغلون في القطاع الصحي عموما نعم إنه اللي تندرجحين من أثناء يعني مثلا عدة قد نقول برامج إحنا عنا برامج الامتياز شفنا الطلب عليه ازداد فلذلك إحنا فتحناها لباب القبول ممكن هذا من من بركم يعني فرصة طيبة أن نذكرها للناس إحنا نستقبل الطلبات للسنة الامتياز في يناير من كل سنة وفي شهر سبعة يوليو من كل سنة في شهر واحد شهر سبعة هذا نقدم فيها طلبات وصارت تقديمة حين كلها أونلاين فيكون ويد أسهل الطلبات الامتياز يقدمونها عن طريق السنة الانلاين يدخلون على موقع الهيئة ومن طريق هذا الانلاين السنة موجود يعني فإذا نقدمون عليها بكل سهولة وريحية وطبعا إذا في أي عضل أو أي شيء هما يعني ما بعرفين كيف يكملون فيها ينعد من الفدارة كذلك إحنا عنا برامج الإقامة برامج التخاصصية كذلك نعمل تقديم عليها حاليا مفتوح يقدمون عليها وليمجح في الامتحان لكتاب المواحد عن مستوى الدولة وبعدنا يقدر يكعد حق الامتحان وهي إجراءات المقابلات غير هذا إحنا عدنا نظام الابتاعات ابتاعات عدنا داخلية وخارجية فإحنا أريد عدنا من احتراسي نقدمها طبعا بالدرجة الأولى للمهنيين يعني الأطباء اللي بنتخصصون لموجدنا سواء في الدولة وخارج الدولة وكذلك عدنا للإداريين السفك الإداري غير هذا إحنا عدنا برنامج حين من المبادرات اليديدة يلي كانت موجودة يعني قبل وإحنا نتبنانا في إدارة التعليم الطبي برنامج الطب وعلوم الطب وعلوم هذا يخدم شريحة الطربة اللي تخرجوا من تنوية عامة وإحنا نتبنانهم يعني مثلا نحاب يروح في السلكة حتى نقول الطب البشري أو الطب الأسنان أو التمريض حتى الخدمة الطبية المتساندة نتبنانهم ونعطيهم المناح الدراسية وإحنا نرسم لهم المسار الوظيفي حتى حين مثلا بيكون عندنا ناس بتخرجونا حين برنامج طب وعلوم من كليات يعني طب الموجودة في الدولة جميل إحنا نسوي لهم من سار النعم الوظيفي دخلوهم في السنة لامتياز وكذلك إحنا نعطيهم الأريحية والاختيار في التخصصات اللي حابين تخصصان فيها هذا من البرامج الجميلة هذا لنا دكتور أنا أريد أن أركز عليه شوي لنبي أمانة حتى يعني زهر الله خير معالي حميد القطامي وأيضا العاملين كذلك في هيئة الصحبة دبي كانوا مستلمين هذا البرنامج بشكل جميل لأنهم يوفرون أفضل يعني باكج معين أو أفضل حزمة من الامتيازات لملتحقين هذا البرنامج يطيكم ألف عافية وهذه دعوة كذلك جماعة الخير اللي عنده الرغبة للالتحاق بهذه المهنة الإنسانية يعني واحد من المهنة ما أدري نحن يوم صغار يعني تعرفين شو تبغي تسوي يوم تكبر يقول لها بسوي دكتور على طول أبغي يسوي دكتور فكان الدكتور مثل النموذج اللي الواحد يبغي يوصل له يعني في البيت الأهل يفتخرون إذا واحد من عيانه بطبيب أو يعني ما شاء الله عليه أنه وصل درجة علمية عالية فعشان تي مثل هذه البرامج تشجع أن الناس يتحقون وهذه كذلك دعوة نوجهها يا جماعة الخير الهيئة في عندها العديد من المسارات في هذا الموضوع تعرفوا عليها وجهوا عيالكم أو تعالوا لتحقوا بهذه المسارات لأنه يعني أنت قاعد تخدم البلاد والوطن بشكل وائد مهم وائد قوي وهناك فرص كبيرة أنك أنت تتميز قد يلتبس عليهم ببداية طلبة التنوية العامة إنه وين يروحون ما شاء الله عليهم محد منهم يعني في نسب عالي يعني بلن يكون متميزين لكن قد يتخوفون يمكن من الطلب وبيكون جلنا إن شاء الله برنامج ثاني لدأهيهم يعني هذا بيكون برنامج أو المنتورين موجودة في الدول الأوروبية يستقطب مثلا الطلبة المتميزين من المدارس الموجودين يمكن هذا يحنا بيكون الشريحة يعني اللي إحنا بنستهدفهم بناخدهم معنا في برنامج نراويهم كل الفرص الموجودة في الهيئة سواء كانت في الطب أو التمريض أو الطب المساند وقد يكون هذا البرنامج يفتح لهم مجالات أو آفاق يديدة يتعلمون من خلالها أنه يعني فعلا شو هي الفرص الموجودة وإذا كان أحد عنده مثلا المقابلات نشوفهم مثلا هم شغل متميزين جدا